ومن جهته أكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي أن هناك خطة لمعالجة شح المياه تتضمن اتخاذ 24 إجراء ضروريا في المرحلة المقبلة وقال الجنابي في مؤتمر صحفي مشترك أن خطة الحكومة كفيلة بالاستجابة للإحتياجات الضرورية لمياه الشرب و50% من مياه للخطة الزراعية للموسم الصيف المقبل موضحا أن نهر دجلة دخل حيز الإملاء لصد أليستور التركي في الأول من حزيران وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا مبينا أن القنوات المفتوحة بين العراق وتركيا كفيلة ببحث قضية أزمة المياه وإيجاد حلول لها